إذا منتبعي الانكراف في هذا الخبر العاجل والمهم عندنا بيانات رسمية جوج ديال بيانات من إسبانيا كيجددوا فيها الاعتراف بمغربية الصحراء ثم كذلك ينفون فيه نفيا قاطعا وجود أي مقترح من طرف استفاندي بالسورة من أجل تقسيم الصحراء وهذا المسألة بطبيعة الحالة لا تدخل العقل ومعندها أي منطق وأي أساس منطقي بأي شكل من الأشكال فالتصريح الأول عندنا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يقول ما يلي قال لكا سيدي نقلت تقارير إخباريا إسبانيا عن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز عدم علمه بأي مقترح من طرف المبعوث الشخصي الأمين عن أمم المتحدة لنزاع الصحراء استفاندي بالسورة لتسوية نزاع الصحراء بناء على مقترح التقسيم وهذه المسألة رأي سألت لكم البارك لكم أفضل هذا ليس مقترح في التقرير استفاندي بالسورة كيفما قرأت لكم الثلاثة على النسخة منه استفاندي بالسورة هو تكلم على بعض المقترحات التي كانت جاءتها في الماضي وتكلم على المقترحة جيمس بيكر يعني ليس هو اقترح ليس هو قال يقول لك جيمس بيكر قال أو ذكر في أحد الحلول وفي أحد الاقتراحات المسألة تقسيم لكن لكن المهم في الموضوع أن fulfill الصورة تكلم بل 3 فقارة ثلاث تخصصها عبر المبادرة المغربية تحت السيادة المغربية ويقول على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يخصطون ينفilan 1996 على المبادرة المغربية للحكم الالذاتي تحت السيادة المغربية في إطال واحدة الطرابية للمملكة المغربية هذا هو الأساس هذا هو المهم على هدى السيادة تتكلم دول أخرى قد تقول لك نحن مفرسنا لا تقسيمنا لا يحزن لا يكون مقترح لا والو كيف ما قال بيدرو سانشيز قال الكاسيديو أكد رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز لدى سؤاله الخامس على هذا المقترح في المؤتمر الصحفي الذي عقده في بروكسيل في ختام اجتماع المجلس الأوروبي وعن إمكانية حصول على دعم إسبانيا أكد باقتضاء أنه ليس على علم بأي مقترح من أجل تقسيم الصحراء وأنه لا يمكن إبداء أي رأي فيه لأنه أصلا ما كنش أنه أصلا ما كنش المقترح نزيده كذلك هناك بيان لوزارة الخارجية الإسبانيا أو تصريح لوزارة الخارجية الإسبانيا حيث نقلت وكالية الأنباء الإسبانيا تعليقا منصوبا لوزارة الخارجية الإسبانيا حول مقترح بين قوسي لأنه ما كنش مقترح المبعوث الشخصي الأمين على الأمم المتحدة نزاع الصحراء سيفاندي مصورا في الجلسة في مجلس الأمن الدولي الأخير حول نزاع الصحراء والقادي بتقسيم الصحراء ونصبت وكالة يوروبا بريس لمصادر بوزارة الخارجية الإسبانيا دعم الحكومة الإسبانيا سمعون زيان دعم الحكومة الإسبانيا لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكومة الداتي تحت السيادة المغربية باعتبارها السبيل سبيل الحال النزاع المستمر منذ ما يقاربه من خمسة عقود وقالت وكالة الوكالة الإسبانيا نقلا عن مصادر بوزارة الخارجية الإسبانيا أن إسبانيا لن تغير موقفها أن إسبانيا لن تغير موقفها سترولي على هذه إسبانيا لن تغير موقفها زيدوا على الطريح لستمعتم إليدي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق من اعتراف الأمريكية مغربية الصحراء لن تغير موقفها رجب لكم فيديو بالصوت والصورة دي المتحدث باسم الخارجي الأمريكي قال لك سيدين مشيرة أن المبعوث الشخصي سيفاندي من الصورة نفسه اعترف بالفعل أمام مجلس الأمن بعدم موافقة المغرب أصلا على نقاش المغرب قال له ما غادش نقشه المسألة أصلا أصلا والبارح بشكل مضحك مرتزقة البوليزاري خرجو بايان البارح مرتزقة البوليزاري خرجو بايان قال لك ودينا لا تحدث على مقرحة التقسيم مقعد حتى سوف نقود بالصحرة أصلا العين fach كفي يعمل دم ننسى كل شيء من هذه الأمور إذن الصراحات الآن بيدرو سانشيز وزارة الخارجية الإسبانية ماذا تقول هنا بصراحة العبارة أدى الهدرة المخطط تقسيمها من نواله لم يكن منه لم يكن مقترح أصلاً ما هو مقترح؟ مقترح أنه يقدموا الصفان من الصورة لمجلس الأمن ومجلس الأمن يريد أن يخرجوا في القراره هذا هو المقترح لم يكن منه لم يكن منه في القرارة الصفان من الصورة وفي قرارة طويل خصص فقرة واحدة خصص فقرة واحدة خصص ما قاله جيمس بيكر مسألة تقسيمها تقسيمها ثلاثة فقرات المبادرة المغربية تحت سيادة المغربية في الحكم الداتي هذا تقرار مناقش وهنا الصفان من الصورة يقول لك أريد أن تتحدث مع بوريطا مع المغرب المغرب يقول لك لا يمكن أن نقشها أساسا لا يمكن أن يكون لديه العقل سيتخيل بأن المغرب يسمح في الداخل ويسمح في القرارة ويسمح في ميناء الداخل الأطلسي ويسمح في أمبوب الغاز ويسمح في مشروع أمبوب المشروع الأطلسي مع دول الساحل ويسمح في المعابل الحدودية الجديدة مع موريطانيا ويسمح في شيء كامل يمكن أن تضيع لك لكي نقسمه مع البوليزاريو لا يمكن أن يكون لكي نقسمه لكي نقسمه لا يمكن أن يكون لكي نقسمه في تجاوزنا فيما يتعلق باعتراف إسبانيا ومغربية الصحراء ونظام حضرات الجزائيل الذي يقول لك لا إسبانيا تراجعت على الموقف لأنه بالتعريف الرجحنا سوف نرجع السفر دينا وفعلا نرجع السفر دينا إلى إسبانيا لكن إسبانيا تقول لنا بأنها ما زالت تعترف في مغربية الصحراء هذه وزارات الخارجية الإسبانية كذلك قد رسالة سانشيز ورئيس الحكومة الإسبانية قوله بنفس الشيء معناته ما يعيشه بعض المغربية يعيش على أهم وخريتنا في الخيال يعيشون في الأوهام يعيشون في المتمنيات يعيشون في التصريح الكادبة يعيشون في الخزعبالات يعيشين في الزمن الكحر لا يعرفنا بشكل نوع ما يعيشون أنه لا يريدون الوهم والأكاديب لكن الواقع أكبر شيئا هناك التعليف نحن نحن في الآيون في السمارة في برشدور في طرفايا وأعيشون فهذا لا يجب أن يحمق لنا رأسنا إذا لم تنسى مغربي لا تنسى الصحراء لا تنسى الأوهام من البصبعي ونظام حضيرات أهل الجزائر وأتوقع أن تخرج دول أخرى أتوقع أن هناك بيانات أخرى من دول التي تتارب مغربي الصحراء لكي تنفي أن يوجد أي مخطط للتقسيم أو الاقتراح هذا بطبيعة الحال لا يوجد وأصلا المغرب لن يقبله بأي شكل مهما كان ويأتي من مجلس الأمن على المغرب لن يقبله بأي شكل من الأشكال طبيعة الحالة خارج المنطق وخارج الزخم الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية والاعترافات المسترية المغربية الصحراء والقنصريات وكذا 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 وصدقونا رمزان ما زال هناك أمور أخرى لن نرى في المستقبل القريب لن تأكد أن هذا الملف صفي انتهى لن تأكد أن هذا الملف صفي انتهى فيما يتعلق بالتصريحة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية ووزارة الخارجة الإسبانية التي تجد الاعتراف مغربية الصحراء وتنفي نافيا قاطعاً وجود أي مقترح من دم الصورة حول تقسيم الصحراء أو مقترح من أجل تقسيم الصحراء المسألة مع أمور نحن بها شاهد نراكم في فيديو قادم المزيد من التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر